السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور رامي اسماعيل يحييكم حاجة زعلتني قوي يعني شفتها دلوقتي رسالة جات لي يعني احزنتني جدا يعني انا هقراركم الرسالة عايز بس اقول لكم ان مش دايما كل حاجة نروح نجري على القسطرة والعمليات اللي بدون داعي للأسف واحد بيقول لي يعني ياريت توعي الناس انا زوجتي عندها 37 سنة وجالها ضغوط نفسية وبعدين جالها شوية وجع في صدرها كده فافتكروا ان هي زبحة صدرية انا بقى اقرأ من الموبايل وبعدين نروحنا الطوارئ لقوا تحليل الجلطة ضعيف قوي يعني مش مرتفع فقلت له دي مش جلطة غالبا واحدة 36 سنة و30 سنة مش هيجيلها جلطة في صدرها مش عشان شوية وجع بسيط في صدرها عملوا اشعة لقواها كويسة عملوا اشعة مقطعية عشان يشوفوا شرايين القلب لقواها كويسة طب يا جماعة كويس كده خلاص بقى شرايين القلب سليمة امشي بقى لأ انا بقول برضو مدام بيجي لها وجع نعمل اسطرة روحنا عملنا اسطرة الاسطرة بعدها الدكتور دخل ليه تدخل باسطرة كان مرة واحد استاذ دكتور في الجامعة في بريطانيا قال لي قلت له طب ما يعني اسطرة استكشافيا بص قال لي طب وليه في مضاعفات مضاعفات انك تعمل قطع في الشريان انك تعمل نزيف ان يحصل جلطة في القلب ان يحصل توقف ان يحصل رفرافة ميت حاجة ممكن تحصل اقرأ بقى بقيت الرسالة عملوا الاسطرة دخل لقى شريان كده عبيت صغنان كده فرق على جنب ملوش لازمة يعني ديق شوية حاجة كده عبيتة لقوها بالصدفة وشرايين القلب عمتا كويسة قال لك لأ ادخل على الشريان ده ما سيبوش اوسعه اعمل له دعامل احسن يحصل مصيبة دخل فتح بلونة قاعد ينفخ حصل قطع في الشريان ودسكشن حصل جلطة في القلب واجع شديد في الصدر بقت تصوت وهي على طرابسة الاسطرة بسرعة 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 اللي حصل لو انزيمات القلب عالية جدا عرفوا ان في جزء من القلب بيموت حصل لا حول على قوة إلا بالله وقال نفتح الشيء نتوقع على الله في خطورة قال لها مفيش خطورة وبعد كده ايه دخلت وخلال نص ساعة من خروجها بدأت تصرخ بقلم لا يحتمل وقالوا دي جلطة ولازم ندخل بسرعة دخل قاعد خمس ساعات وبعدها خرجت على تنفس صناعي وقال ان حصل في الكوروناري يعني قطع في الشريان بتاع القلب ودخلت في هبوط في الضغط وقعدت على تنفس صناعي وراحت على مستشفى تانية وبعدها قالوا احنا فشلنا في ان احنا نقدر عليها فشلوا التيوب بتاعتها ومش قادرين وارتفع درجة الحرارة فحصل قرست وعضرة القلب وقفت ونزلت كفاة القلب من 60% ل13% وقالوا لازم نركب بومب لازم نركب حاجة تقوى عضرة القلب ليه كل دا وهي اصلا دخل على نجلها بشوية واجع ملوش علاقة اصلا بالقلب وشريان صغير ملوش اي دعوة حرام اللي عملتو فيها وفي الاخر عضرة القلب ضعفت جدا وقالوا لازم ننقص حياتها ونركب لها اورتيك بومب اتركب في مستشفى كبيرة وبضعوها على جهاز اسمه اكمل اللي هو بيحسن الدورة الدموية في القلب وبعد كده قالوا هيركبه جهاز مساعد للبطين الايصر اسمه اللي فات ده جهاز كبير جدا وده اخر فرصة وبعد كده حصل فشل كلاوي وفشل في الرئتين كل بقى جهزت الجسم بدأت طبوس شوية بشوية وبعد كده شالوا التنفس الصناعي وفاقت بس عندها ضعف جديد ووصل لشلل تام وعضرت القلب ضعفت اكتر وقالوا ده فيه مياه على الرئة لازم تتسحب وسحبوا المياه اللي على الرئة ومش قادرة تاخد نفسها والضغط بدأ ينزل ومش قادرة تستجيب للادرينالين والحاجات اللي بتأوي القلب وحصلت زبزبة بطاينية في القلب وتوقف القلب بعد حوالي انقاذ لمدة 40 دقيقة الى ان اعلنوا الوفاة ده مثال حالة كان عندها شوية نغزات او حتى لو شوية وجع نتيجة ديق شرايين القلب احنا خلناها مريدة قلب ودخلنا لها دعامة والدعامة تسدت وعملنا لها جلطة وماتت المريدة بعد عذاب وآلاف وملايين من الفلوس ليه كل ده مش كل واحد عنده شوية وجع نجري على الاسطرة الاسطرة معمولة للي عنده ازمة قلبية ودخل بيصوت وانزيمات القلب عالية عشر اضعاف ورسم القلب مبين وشوريان محترم ديق وينفع توسيع فيه في البلونة وفي اول ساعتين من الجلطة مش واحد داخل بقى اعراض مش قوي وما طلقتش جلطة والانزيمات مش عالية ورسم القلب كويس واشاعة المقطعية كويسة ودخلنا نعمل اسطرة بالصدفة عشان ندور على حاجة لقينا شوريان تعبان نقوم حطين فيه دعام قاية تسدت وجيه جلطة وحصل مضاعفة حزين طبعا لاني سمعت الحالة دي وحزين لزوجها وهو بيكلمني وبيقول لي انا يعني مأثر في حاجة قلت له اللي مأثر الدكتور اللي هو اللي هو اللي هو دلوقتي يمكن بيرفع عليه قضية ولا حاجة الله أعلم ايه اللي بيعمله بس بحذركم خلي بالك مش اي واحد داخل رجل يقول لك قسطرة تسمع الكلام لو داخل بقزمة قلبية وفي أول ساعة ماشي لكن غير كده ماشي على رجلك ويلا نعمل قسطرة بلاش نظرا لقيمة وقطرة المضاعفات اللي بقيتها لقيها تحياتي ليكم علشة عملتلكوا الفيديو ده في السريع كده باللبس العادي من كتر ما أنا متغاز أول مقاردة الرسالة ده أنا حتى مرضتش عمله في ساعيتها عملتوا بعدها بشوية تحياتي ليكم دكتور رامي اسماعيل فرايتل